تشكيل لجنة لتطوير امتحان الثانوية العامة هذا ما أكده وزير التربية والتعليم والتعليم العالي محمد أبو قديس خلال مؤتمر إعلان نتائج امتحان شهادة الثانوية العامة توجيه لعام 2021 مشيرا إلى آلية جديدة سيتم اعتمادها لتلقي الطلبة نتائجهم العام المقبل تطوير امتحان الثانوية العامة هذه اللجنة ستناقش أمور عديدة مفتوح المجال أمام تناقش كل الأمور لكن إن شاء الله لن يكون التغيير لن يكون شكليا يعني ما راح نرجع نقول والله نرجع فصلين وغيره لا راح نطور راح يكون التغيير في العمق ستناقش اللجنة جميع الأفكار المطروحة مثل مسارات الفروع رابطها بالقبولات شو هي المواد اللي نقضها لمادة معينة حتى أدخل تخصص في الجامعة كل هذه الأمور راح تكون مطروحة بأمام اللجنة وإحنا إن شاء الله ننفدها آلية إجراء الامتحان نفسه أيضا مطروح التحانات القادمة لن تعلن النتائج بهذه الطريقة سوف نأخذ الرقم الشخصي التهاتف لكل طالب وسوف تصل له مسج مباشرة هلا تصل معدلاته إعلامته أو نتيجته وبعديها بفترة سوف نطلق الموقع لغايات معرفة كافة التفاصيل ترجمة نانسي قنقر